سلطان هل ممكن نشاهد ريمون تادا حتموية غدا أمام أحد؟ أول شيء كرة القدم ما فيه شيء مستحيل وإن كانت صعبة على الطاي اللي تابع لبارة الدهاب الفارقة الفنية جدا كبيرة كان فارق بالشكل كبير الطاي نظام حتى المحترفين حتى داعب أكثر ومحترف كانت فارقة فنية جدا كبيرة حتى أخطاء فنية وأخطاء فردية من عارس المرمى بالنسبة للطاي وسعت هذا الفارق أعتقد الجهد الموسم بالنسبة للطاي الموسم الطويل من 30 جولة والمنافسة لآخر الجولات وتخسر التأهل في آخر جولة بهذا الشكل أمام هجر مع كانت الفرصة يعني في الدك كل هذه الأمور أثرت نفسينا على فرقة الطاي اللي أعتقد أنه يعني عمل جهد كبير في الدورة الثانية بالنسبة للدرجة الأولى في النهاية زي ما ذكرت أن كرة القدم ما فيه شيء مستحيل وأن كانت الأفضلية بشكل كبير لوحد فأتوقع أن لوحد أقرب أو وضع قدمه بشكل كبير في الدورة للمحترفين بالنسبة للطاي أتوقع حتى وين خرج يشكر على هذه المحاولة وعلى هذا الجهد يعمل من الآن الموسم القادم من الموسم القادم دوري محمد سلمان دوري احترافي ذكرنا كيف الإضافات اللي فيه كيف حيكون عدد الجانب كيف حتكون المنافسة حتكون منافسة جدا قوية فأتوقع تحتاج عمل وجهد كبير لا يحبط أبناء الطاي حتى وين لم يتأهل الفريق فريق كبير والفريق عمل جهد مميز في النهاية خسارة في الأمتار الأخيرة أثرت على الفريق بشكل كبير أعتقد أن ضاع الطاي من بارة هجر يعني ما وفق فيها بارة هجر من بارة الملحق كانت الفارق لنية جدا كبيرة ووحد أنها يعني بشكل كبير المباراة في المدينة ناصر إيش السيناريو اللي تتوقع في مواجهة الغد بين الطائي ووحد هل ممكن الطائي يحقق انتصار على الأقل شرفي شوف انتصار وارد الطائي وفحايل كان يعني نذكره صائد الكبار يعني فما هو عاجز أنه يفوز على أحد بكرة كانتصار شرفي لكن الانتصار يؤهله الفوز بأكثر من خمسة أهداف يعني هذه مهمة شبه مستحيلة ولا مستحيل في كرة القدم لكن أعتقد أنه شبه المستحيل أن الطائي يسجل خمس أهداف أو أكثر والمستحيل أنه لا يستقبل أهداف من أحد بهذه الدفاع الهشة اللي شفناه في مباراة الذهب أعتقد أن الطائي فرط بالصعود أو بالتأهل من المدينة المنورة أتمنى أنه يستمر عمل الطائي في الموسم القادم دوري الأمير محمد بن سلمان حفظه الله رح يكون أشد صعوبة بنسخته الجديدة وبشكله الجديد فعفون فرطبها في المدينة ولا فرطبها في الحسى في الجولة الأخيرة من دوري الأمير محمد لا خلينا نتكلم عن ملحق نتكلم عن ملحق في الرطبة بالمدينة أنه كان مفروض أنك تلعب بثقافة الذهاب والإياب يعني أنك ما تخسر أو على الأقل أنك ما تخسر بهذا العدد الكبير من الأهداف اللي يعني يكاد يكون ينهي فرصتك بالتأهل كان مفروض أنك تلعب للتعادل على الأقل أو الخسارة بنتيجة معقولة تستطيع أن تردها في الإياب لكن الخسارة بخمس أهداف نظيفة شبه أنهت الأمر بالنسبة للأحد يحتاج كما ذكر في العنوان إلى معجزة